يهرب من صفعة إثيوبيا ليهدد الليبيين ويرسم خطوطا حمراء وهمية في مخيلته عبد الفتاح السيسي بعد فشل ذريع في المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة الذي سيقطع جزءا كبيرا من إمدادات المياه عن مصر ليشكل خطرا على الأمن القومي المصري يأتي ليهدد ويتواعد بزحف قوات الجيش المصري يتقدمه أبناء قبائل مطروح وبعض المتمردين من أنصار متمرد حفتر السيسي تعهد صراحة بتزويد أبناء القبائل الليبية بالسلاح وتدريبهم وتجهيزهم للمشاركة في القتال ضد ما سماه بالميليشيات المدعومة من الخارج في إشارة منه لقوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني كما وصف سيرت والجفرة بالخط الأحمر الذي لن يسمح لقوات أبناء المنطقة الغربية بتجاوزه حسب وصفه ليكون دليلا جديدا على رغبة مصر في تحويل الحرب بين قوات الجيش الليبي وميليشيات حفتر إلى حرب جهوية بين الأقاليم التاريخية للدولة الليبية واستلائه على برقة التي لم يتوقف الإعلام المصري يوما عن ادعاء وجود حقوق لمصر فيها البعض أخذ تهديدات السيسي على محمل الجد والبعض الآخر وصفها بأنها تصريحات فارغة لا تعني شيئا ولا قدرة لمصر على تنفيذها لكنها على كل حال تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن السيسي ونظامه ومن خلفه محور الشر لن يتوقفوا عن إشعال نار الحرب في ليبيا